والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خليص صلاح من قناة اندرويد خالد. النهاردة ورجعنا لكم. الفيديو هنعملكم مراجع عن النسخة التانية من ساعة امي سري. لو تلاحظوا ان احنا كن عملنا فيديو قبل كده لساعة نفس الساعة ونفس العلبة بالزبط. بس احنا النهاردة جبنا النسخة التانية فيها اختلاف بسيط عن الساعة او عن الفيديو الاولاني. هتلاقوا فوق كده دلوقتي رابط الفيديو الاولاني للساعة او للنسخة الاولى اللي احنا عملناها. هنشوف مع بعض دلوقتي ايه الاختلاف بين النسخة دي والنسخة الفاتت. النسخة دي زي ما انتم شايفين ان هي نفس العلبة مفيش اختلاف خالص. حتى الامكانيات من ورا برضو مفيش مشكلة فيها نبضات القلب وفيها الخطوات بضغط الدم فيها برضو تدعم الفيسبوك. اشعارات الفيسبوك تويتر وفيها منبع وطبعا فيها الجي بيس. هنيجي هنا الاول زي ما احنا شايفين ده هنا دليل مستخدم للغة الانجليزية وفيه هنا من ورا باللغة الصينية. اهم حاجة عندنا هنا زي ما احنا بننبه على طول اهم اه اهم نقطة وهي وهي الموجود هنا او ده اهم حاجة اه عشان يعرفنا البرنامج اللي احنا نستخدمه اه علشان نربط الساعة بالموبايل زي ما انتم شايفين كده. البرنامج ده مختلف شوية عن البرنامج الاولين او النسخة الاولى. هنرجع لها تاني دلوقتي ونشوف. زي ما انتم ملحظين كده ان الساعة هنا مش موجود معاها الشاحن او الساعة مش موجودة بره زي ما احنا متعودين في النسخة الاولى. هنشوف ما بعض ليه السبب دلوقتي. ده شكل الساعة كده مبدئيا من بره ما فيش اي اختلاف زي ما احنا ملاحظين. نفتح الساعة مع بعض. ده كده شكل الساعة. طيب هنشوف دلوقتي ايه الاختلاف? لو جينا نطلع الساعة. هيظهر معنا الاختلاف هنا. الاختلاف هو عبارة عن اه مكان الشحن او الشاحن مدمج مع الساعة. وده الجديد. النسخة دي ازا ما احنا شايفين ان الشاحن هنا او هنا مدمج مع الساعة. انا من وجهة نظر انا شايفيني دي ات ميزة او النسخة دي ات افضل شوية علشان ان الشاحن مدمج مع الساعة. فده هيوفر علينا ان احنا نوع ان ندور على الشاحن او الشاحن لوضاع. واحنا كده في اي وقت ناول الساعة فصلة شاحن نقدر نطلعها او نشحنها من اي او شاحن عادي. زي ما انتم تعرفين ان المشكلة اللي بتقابلنا كتير ان الساعة ديت احنا بنشحنها ممكن مرتين او تلاتة في شهر. فاحنا بنشحنها عدد مرات وليلة. فالغالب ان الشحن بيديع. بسبب ان ليت عدد مرات الشحن. فالشحن بيديع. فعشان كده انا شايف ان ايديات احسن ان انت ممكن تشحنها بطريقة اسرع واحسن بكتير. هنجي دلوقتي ان احنا نركبها نشوف طريقة التركيبة زي احنا شايفين هنا. اهم حاجة ان انت تركبها صح وانت وتاخد بالك طبعا وانت بتركيبها علشان وصلة هنا بتكسرش منك. فنركبها كده زي ما انت شايفين لازم تركب الجنب ده كده الاول. وبعد كده نركب من الجنب اللي فوق. تمام. زي ما احنا شايفين كده الساعة ركبت معنا. ركبنا الساعة كده بالشكل ده بالزبط. طيب هنشوف هنا الشكل الساعة. هنا عدات الخطوات وهنا الجي بي اس وهنا برضو عشان يشوف سعرات الحرية اللي انت حرقتها وهنا نبضات القلب. هنا ضغط الدم. ودي كلها برضو. ديت علشان هنعرفها مع بعض شوية عشان لو انت ربطت الموبايل بالساعة ومش لقيت تلفون تدوس على ديت هتلاقي الموبايل برن وتعرف مكانه بالزبط. هنا وهنا برضو عشان تعرف او بتاع الساعة. هنعرف برضو الاميكانيات دي كلها مع بعض. هنا اه القف عدات عشان لو عايز تقفل الساعة. اه هنا ديت الشاشة الرأسية. طيب ازاي احنا نغير الشاشة الرئيسية? هنشوف مع بعض هنا ازاي ممكن نغير الشاشة الرئيسية. هندوس ضغطة مطولة كده شوية على المكانة الطرش. زي ما احنا شيف كده الشكل بيتغير معنا. هندوس مرة تاني. كده الشكل يتغير معنا. زي ما احنا شايفين. ومن فوق كده على يمين زي ما احنا شايفين. ده مستوى الشاحن. ومن على الشمال فيه ساهم ابيض. الساهم الابيض ده مفروض بيتغير لما بنربط الساعة بالموبايل. من الخلف هنا ازا ما احنا شايفينه برضو مفيش اي اختلاف موجود برضو مستشعر النبضات القلب. هنروح دلوقتي ننزل البرنامج اللي هنربط به الساعة. زي ما واضح عندنا هنا كده ده اسم البرنامج اللي احنا هننزله. لو عندك برنامج تقدر تمسح الصورة ديت والبرنامج تنزل على طول. لو مش عندك هتضطر انت هتدخل تبحس عنه على زي ما احنا شايفين كده. هتدوس على البحس. تبحس عنه. احنا كنا بحسنا عنه وبل كده هو ده البرنامج. هنعمل له. طبعا اه نصيحة اه اول حاجة لازم تعملها لازم تفاعل وتفاعل لازم تفاعل الاتنين مع بعض. هنفتح البرنامج. طبعا نديني الازونات كلها هنقول له موفقيني على كل الازونات اللي هو طالبها. دلوقتي هو هيعمل سرش عن الساعة. وهو دلوقتي كده عمل اه سرش على الساعة. احنا عندنا ساعتين طبعا ازاي اعرف ان الساعة اللي في ايدي ديت هنا اللي عايز اربطها هنا زي ما احنا قلنا هنروح لكلمة. اخر حاجة موجودة عندنا هنا واللي هي موجودة. زي ما احنا شايفين الماك هنا بينتهي باخره سفر خمسة. احنا موجود عندنا ساعتين نختار الساعة اللي هي اخيرها سفر خمسة. بنعمل هنا بس كده هنا هنروح للساعة. زي انتم لاحظين كده ان الساهمين اللي بقى لونهم ازرق. وده بيدل ان الساعة دلوقتي بقت مربوطة بالموبايل. احنا دلوقتي هنجرب هنشوف الاشعارات بتوصل ازاي على الساعة? هل الساعة بتدعم انها تستقبل الاشعارات بالعربي ولا لا? دلوقتي اول حاجة هنبعت حاجة كده بالانجليزي. زي ما احنا شايفين كده الانجليزي واصف لنا كلمة حلو. طيب هنجرب حاجة كده بالعربي. زي ما احنا شايفين كده العربي مش بيوصل ما بيوصلش منه حاجة خاصة بيجي لك اشعار بس مش مكتوب في اي حاجة. معنى كده ان الساعة بتدعم الاشعارات اللي بتيجي باللغة الانجليزية بس اللي باللغة العربية ما بتزهرش ايه يوصل لك اشعار بس استفادة ما بيزهرش ايه المكتوب فيه بالزبط. ودي كانت تجربتنا للساعة للنسخة التانية. فاللي حابب بوضحه ان فيه اختلافين في الساعة ديه بين النسخة دي وبين النسخة الاولى. النسخة التانية دي تختلف عن في البرنامج اللي انت بتطلب بيه الساعة. وبتختلف برضو في موضوع الشحن. هنا الشحن مدمج مع الساعة زي ما احنا شايفين يعني تقدر ان انت هتشحنها على طول. زي ما احنا شايفين كده. ده الاختلاف اللي احنا عنا عليه ان الساعة متقدر تشحنها على طول توصل بالشاحن او البوربانك على طول بدون ما تحتاج الى اي شاحن خارجي. دي كانت تجربتنا للساعة. لو شايفين الفيديو ده ممكن فيه تحديم الساعة تعمل له لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.